المغرب يكتن والشكل والأداء الرائع اللي قدته المغرب مع التنظيم الرائع الحقيقة لدولة قطر في هذا الأمر هل تعتقد أن احنا هيبقى عندنا بعد كده منتخابات تستطيع أن تصل إلى ما وصلت إليه المغرب؟ المفروض أن احنا مصر كان شكل عادي العموم ومصر منها طبعا مصر مصر تونس المغرب الجزائر قادرين على أنها أنا عجبني جدا الأفكار اللي زراعها الرجراجي اللي لعبته لعبته غالبا معظمهم مش مولودين في المغرب أنه يزرع الولاء والانتماء هما جيين عندهم ولااء والانتماء ده بدون شك طبعا والدليل على كده أنه هما رفضوا أنهم يمثلوا البلاد اللي مولودين فيها بلاد المولد وإنما يمثلوا بلد المنشأ بلدهم صحيح بلد أهليهم فده ده ولااء والانتماء خلاص أوكي إنما الولاء والانتماء ده إزاي أخرجوا وإزاي أظهروا هو ده اللي زرعوا وليد الرجراجي في اللعيبة وشوفنا فرق كبير جدا بين أداءهم في كاس العالم ده وكاس الأولى الأفريقية الفرق الفرق شاسع صحيح أولا هو قريب منهم قريب من تفكيرهم ما عندوش الخزعبلات اللي كانت عندي خليله زيتش اللي هو الانضباط الصارب الغصب عن أي حد ولازم مش عارف إيه الحاجات دي هو يعني ما هو حكيم زيه ما كانش بيدافع هو مش مدافع كويس إنه ما بص خليه يشتغل حبا خليه يشتغل بيدافع بيهاجم فهنا وليد الرجراجي هنا عمل 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 شغل مجهود جبار عشان يوصل للقصة دي إحنا نقدر نكمل ده ما تنساش إنه إحنا عملنا ده مع كابتن حسن شحاتة صحيح لما كسبنا إيطاليا في 2009 في كاس العالم من قرات كسبنا الألمانيا كسبنا الإيطاليا واحد صفر وتعادلنا مع البرازيل وخسرنا أربعة ثلاثة بجول ما كانش فيه ساعتها لفار ولا مار وخرجوا عشان عشان يكسبوا البرازيل فكانت باينة جدا يعني اللي بتاعت أحمد المحمدي بالزبط يعني إحنا نقدر مش ما نقدرش نقدر بس لازم تزرع ده في اللعيبة لازم تزرع ده في اللعيبة ولازم من اللعيبة تصدق الكلام ده ولازم يتبني عليه ما يبقاش ما يبقاش الموضوع إن انت رايح يا دوب تخرج من مجموعة بشكل كويس أو تتعادل ماتشين وتخسر ماتش مش مشكلة لازم تزرع أو تروح النص وروح الفوز إن انت خاصة أن احنا الوقتي عدد المحترفين عندنا إسلام أكتر بكتير جدا والأندية اللي بيشتغلوا فيها أندية أكبر بكتير يعني احنا في الجيل بتاعنا وفي وقت كاسي العالم كنا اتنين كنتين هو مجد عبدالغاني أو كابتن مجد كان الهاني لسه مراحش لسه مراحش صحيح أنا هو مجد عبدالغاني ها التسعين تسعين مجد طلبه ومجد عبدالغاني بس بس والبقين كلنا من مصر ايوه في الدور المصر المحلي فما تبقى لك بقى العدد لما بيزيدوا تبقى ليفر بول بعدين أستون وأستون فيلا وأرسنال وهنا 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 وهندية كبيرة في تركيا لأ هندية لعبة تحاد أوروبي شامبيونز ليج لعبة لعبة وصلت لمنافسات كبيرة جدا مع أسماء كبيرة جدا فخلاص أنا لازم أبدأ أبني على ده لازم أبدأ أبني على ده